أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة الدفاع والنجاحات التي حققتها في سياق المعركة الوطنية ضد المشروع الإيراني وأدواته الحوثية وأشدد العميد الركن طارق صالح خلال لقائه وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي على ضرورة مضاعفة الجهود في التدريب والتأهيل المستمر لكافة التشكيلات القتالية وأكد العميد طارق على أهمية رفع الجاهزية والكفاءة تحسبا لكل الاحتمالات وعدم السماح لميليشيا الحوثي الإرهابية باستغلال التزام الحكومة بالهدنة لتحقيق أي اختراق من جانبها أكد وزير الدفاع أن الترتيبات تسير وفق الخطط المعدة لرفع الجاهزية والاستعداد لأي خيارات تفرضها الميليشيا الحوثية اشتركوا في القناة